بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثناء على نفسه وأسأله اللطفة والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمصه والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام أيتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الصهرة الرمضانية أيها الفضلاء هناك أسئلة كثيرة يسألها الإنسان في تأملاته منها من أين؟ من أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ الجواب الذي تنطق به مراتب الكائنات أنت المخلوق الأول الذي قبلت حمل الأمانة في الأزل فلما قبلت حملها صخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لذلك أكبر عار على هذا المخلوق المكرم الذي منحه الله سبحانه وتعالى العقل الذي به يفكر والقلب الذي به يحس والإرادة التي بها يرجح ويختار أن يعيش جاهلا غافلا يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام بسبب إغراء عابث أو شهوة جامحة يهبط مستواه الإنسان وتسقط قيمته النوعية فيهوي إلى الدارك الذي يعوقه عن النهوض لذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده هذا يريد أن ينتشلهم ليصموا الناس بأنفسهم وأرواحهم إلى الملائي الأعلى إلى الملائكة المقربين ينتشلهم المولى عز وجل من هذا السقوط الغريزي لذلك فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة وفي فتح باب التوبة وقبولها تصحيح لحركة الهداية في الأرض الصيام أيها الفضلاء يقوي إرادة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى ويدفعه إلى الأمام فالذي يجاهد نفسه لا بد أن يصل إلى الهداية الربانية والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا باسمكم جميعا أيها الفضلاء أرحب بالضيفين الكريمين معي في هذه السهرة الرمضانية أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور خالي القاضي المتخصص في العقائد والأديان والقراءات القرآنية من جامعة الجزائر واحد أهلا وسهلا بك فضيل الدكتور أهلا وسهلا شفت حمارك الله أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام إن شاء الله أجمع إن شاء الله والقيام كما أرحب بفضيلة الدكتور محمد تمزغين أستاذ دراسات القرآنية من جامعة الجزائر واحد أهلا وسهلا بك فضيل الدكتور أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام يا رب ومن المشاهدين الكرام جميعا إن شاء الله فضيلة الأستاذ دكتور خليل قاضي العبادات كلها حركات يطلع عليها الخلق مثلا الحج الصيام الزكاة أما الصيام فسر بين العبد وربه لماذا هذا التخصيص؟ برك الله فيك أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بداية تحية طيبة لك شيخ فتحي ولشيخنا محمد والمشاهدين الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام آمين نعم هذا السؤال يعني يتبادر كثيرا ويتردد كثيرا في وسائط التواصل الاجتماعي وقديما في الكتب وفي هذه الرسائل التي تتبادل بين المتعلمين خاصة أنه صيام له سر يخالف ما عليه الحال العبادات الأخرى يعني الصلاة سيراك الناس تصلي في المسجد حتى ولو صليت في بيتك سيراك أهل بيتك أنك تصلي تقيم هذه العبادة الحج سيسمع الناس بك أنك حججت بيت الله الحرام الشهادتان سيسمع منك أنك نطقتها يوم من الأيام الزكاة سيرى الناس أنك أديت زكاة ما ربما سيتحدث الناس عنك حتى ولو لم يرواك ولكن الصيام إذا لم تحدث أنت غيرك به لا يعلم أحد هذا السر بينك وبين الله عز وجل خاصة في الصيام التطوع يعني في رمضان الناس كلها صعبة يعني المسلمون الأصل فيهم أنهم يصومون لكن في صوم التطوع الإنسان إذا لم يخبر أحدا لا يعلم إلا الله هذا السر بينك وبينه وهذه الأسرار علماؤنا يؤكدون على أن هذه الأسرار هي التي تجعل الإنسان أو تمنح هذا الإنسان هذه التي يراها الناس حضوظا فيه ناس تتحدث كثيرا عن الحظ والبخت والجد وكذا هذا السر بينك وبين الله يفتحه لك ما لا يفتحه لغيرك ترى ما لا يراه الآخرون تسرع في ما لا يسرع فيه الآخرون وهذا بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفيل حتى أحبه فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن استنصارني لأنصر من الآخر الحديث بمعنى هذا السر بينك وبين الله هذا حافظ عليه أيها المؤمن في صداقاتك في صيامك في كل عمل خير حاول أن لا تسمع به أحدا لذلك الصيام بعيد عن الرياء أعمال إن لم يشبها الرياء كانت مقبولة خالصة لله عز وجل إن شبه الرياء يوم القيامة يقال لك أردت أن يراك فلان فقد رأىك هذا هو جزائك أخذت جزائك في الدنيا بمعنى هذا السر بينك وبين الله شوف حديث أهل الكهف الذين وقعوا داخل هذا الكهف فتذكر كل واحد بينه وبين الله الشيء الذي كان لا يعلمه إلا الله هذا السر الذي بينه وبين الله فانفتحت الحجر إن زاها قليلا ثم انزاها ثم انزاها حتى خرجوا من هذا الكهف بمعنى هذا السر في رمضان شوف رمضان يوم القيامة يطلب الله تعالى أن يشفع فيك القرآن ورمضان فيقول أي ربي منعته الطعام والشراب نهاره فاشفعني فيه يعني سيكون مدافعا عنك أيها المؤمن برك الله فيك لذلك العلماء يقولوا رمضان هذه العبادة عبادة الإخلاص الذي لا يسرق لاندري أهو خائف من الله تعالى أم هو خائف من إدارة حزيمة تسلط عليه أشد العقوبة إذا سرق لكن هذا الإنسان الذي يعني يغلق الباب وعنده الماء البارد والطعام والشرب لا يأكل لاش كأنه خائف من الله سبحانه وتعالى ويقول لك هذا الإنسان لأدي العبادات الظاهرة هذه الصلاة تصوهم كذا ولكن يعصي الله سبحانه وتعالى في الخفاء تكون عنده خبيئة سوء أرب العالمين يفضحوا برك الله فيك وهؤلاء عقبهم شديد يوم القيامة إن شاء الله العافية والسلامة برك الله فيك إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها انتهكوها ومعهم مثل جبال تهامة من الحسن يجعلها الله وهبان مطور برك الله فيك فضلت الأستاذ الدكتور ما هي دلالات المغفرة في القرآن الكريم وقد أسلفت في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وفي فتح هذا الباب وقبول التوبة من الناس تصحيح لحركة الهداية في الأرض تفضل الله دكتور شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه شيخ خليل وشيخ فتحي والجمهور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام الصالحة الأعمال وجعلنا من المرحومين في هذا الشهر ومن المغفور لهم في هذا الشهر ومن عتقاء النيران آمين يا رب العالمين رمضان هي فرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مراجعة أعمال الإنسان ومراجعة نفسه وتقويمها لذلك كان رمضان فرصة للمغفرة فكان أوسطه مغفرة كما يقول في الحديث النبوي والمغفرة لما نبحث عن معاني المغفرة نشد لها دلالات عديدة في القرآن الكريم من تلك الدلالات أن المغفرة ستر وهذا هو الأصل اللغوي يعني المعنى اللغوي لكلمة غفرة بمعنى سترة لذلك يقار المغفرة والمغفرة هي ما يستر الرأس في الشهاد مثلا المغفرة فغفر بمعنى ستر فكأن ثمت ذنب أو خطأ لكن يخفى يستر ثم يعطي العفو بمعنى المسح عفى بمعنى أزال عفت الريح عن آثارها بمعنى مسحت تلك الآثار فالعفو درج فوق المغفرة الحقيقة فالمعنى الأول للمغفرة هو الستر ومن معاني المغفرة التجاوز بمعنى التجاوز لا يقف عنده لا يأبه بهذا يعني يعرض عن ما حدث قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله بمعنى يتجاوز يتجاوز فعفو واصفح عن أهل الكتاب هنا خاصة فمعنى التجاوز وهو معنى آخر من المعاني من معنى المغفرة أيضا أنه لا يعاقب وهذا حمل علي قوله تعالى فمن أطاع فإن إبراهيم فمن تبعني فإنهم مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يعني لا تعاقبه عسى يرجع وعسى يتوب إلى لأن هذا شرك هنا إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحاكم كذلك من معاني المغفرة شيخ نسيد محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعلموا جميل نعم بهذا المعنى يعني لا تعذب وعلى هذا الأساس يعني يأتي حتى بالنسبة ل وجه من أوجه قولي تعالى تفسير قولي تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به هنا بمعنى أنه لا يعاقبهم كما ذكر هذا المعنى يبن عاشور في تفسير هذه الآية فمن معاني المغفرة عدم العقوبة كذلك من معاني المغفرة التكفير ومن معاني المغفرة إبدال السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن دلائل مغفرته أنه يبدل سيئاتهم حسنات نجمع كل هذه المعاني نجد أن المغفرة ما هي إنما هي تجاوز وستر وعدم عقوبة ومؤاخذة بل أكثر من ذلك فرصة ليرجع الإنسان فيتقبل يقبل ثم أكثر من ذلك تبدل سيئاته حسنات وهي فرصة لنا في رمضان أن نتدرب على هذا ونقبل على الله سبحانه وتعالى عسى الله يخفر الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد ومن العقيم الوالد ومن الضمآن الوالد نعم كما قال روما أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح بارك الله فيك فضلت الدكتور محمد تقف على رأس السلم البشري زمرتان زمرة الأنبياء وزمرة الأقوياء الأنبياء بنوا حياتهم على العطاء والأقوياء بنوا حياتهم على الأخذ الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا والأقوياء أخذوا ولم يأخذوا فأما من أعطاه واتقى وصدقى بالحسنة فسنويسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنويسره للعسرة يعني فيها أتباع الأنبياء وأتباع الأقوياء صلحنا ربي جعلنا وإياكم المشاهد الكرام من أتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء يعني معروف عندهم ما يسمى بالتكافل خاصة في هذا الشهر الفضيل خلينا نتكلم عن التكافل نعم يعني هذا الشهر كما وصفه حديث سلمان فارسي الذي أسلفنا فيه أن هذا الشهر سماه الله تعالى بشهر المواساة الله نعم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال هو شهر المواساة يعني يواسي بعضكم بعضا وهذه المواساة هي التي تجلب الرحمة بين الناس الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذه من أحاديث المسلسلة بالأولية كما يعرف علماء الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل مثال في التطبيق العمل لهذه المواساة كان أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة بمعنى أن خيره ينال الكافر والمؤمن يعني في رمضان في رمضان في رمضان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق جل ما عنده يعني لا يبخاله بشيء عن الناس حتى على الكفار بل أضاف مرة مشركا أضافه يعني جاء أضيفا عند النبي عليه الصلاة والسلام فحلب له سبع شياه سبعة شياه وشرب حليبها كاملا هذا المشرك شرب كل ما حلبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه السبع الشياه فلما أسلم جاء يعني زمان وأسلم هذا المشرك الذي استضافه فأضافه مرة أخرى وحلب له شاتين فلم يكمل الحلبة الثانية نعم فذكر الحديث الشهير قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمع يعني هذا ليس مبالغة وإنما حدثت معه صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه القناعة التي يرزقها المؤمن في هذا الشهر الكريم وقد وردت بالنصف في حديث سلمان الفارسي هذا الذي جمعت قريبا كل أوصف هذا الشهر الكريم قال فيه يزاد رزق المؤمن نعم يزاد رزقه الآن الرزق هنا على العموم يعني إما أن يكون رزقا روحيا فترقى في هذه الدرجات يعني الإيمانية إلى آخره لأن الصوم ربع الإيمان كما ورد في حديث يعني الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان بمعنى أنه نستنتج أن الصوم هو ربع الإيمان يعني من صمى لله مخلصا محتسبا أجره على الله تعالى خرج من رمضان كيوم ولدته أمه من هذه الذنوب التي فرط فيها بينه و بين الله عز وجل لكن بينك وبين الناس هذا يجب أن تتحلل منهم بمعنى أنه هذا نضعه جانبا ثم تكاف الاجتماع هذا الذي يكون بين المؤمنين في رمضان هذا يتعدهم إلى غير المؤمنين يعني شوف اليهود والنصارى عاشوا في ذمة المسلمين قرونا طوالا في ظل عز دولة الإسلامية يقول جوستاف لوبو في كتابه حضارة العرب وهو مترجم موجود باللغة العربية يقول في شهر رمضان في الأندلس خاصة اليهود والنصارى كانوا لا يوقدون موائدهم لا يوقدون على يعني لا يطبخون الأكل بمعنى أن الأكل سيأتيهم مضمونا من المسلمين جيرانهم المسلمين شهر رمضان كله قالوا هذا يعني يحكيه اليهود والنصارى وليس محكيين عنهم وإنما هم الذين يرون هذا بمعنى في عز دولة الإسلامية أن تبرهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أليست نفسا نفس يعني هي من الأنفس ونحن هذه الإنسانية التي يتغنى بها الغربيون الآن حقوق الإنسان هذا سبق إلى الإسلام بل ورد في نصوصنا نحن أنه المسلم أخ المسلم والإنسان أخ الإنسان نعم إنسان نفسه يعني بغض نظر عنه تعدى إلى الحيوان وفي كلك بدير رطبة رطبة أجر بارك الله فيك نعم بارك الله فيك فضلت الدكتور ومن يوقع شحة نفسه فأولئك هم المفلحون تقو الشحة فإن الشحة يعني أهلك من كان قبلكم حملهم على أنسفكوا دماءهم مستحلوا محارمهم كذا كما ورد في الحديث الله سبحانه وتعالى يقول يبيل حكمة من الصيام لعلكم تتقون كيف نتقي الشحة في هذا الشحر في هذا الشهر الفضيل نعم الله سبحانه وتعالى لما يقول يا يولذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لا يذكروا المفعل به تتقون ماذا ويغلب على القرآن أنه إذا ذكرت التقوى انصرفت إلى تقوى الله نعم لكن فيه تقوى تقوى النار تقوى النار تقوى الأرحام فيمكن أن نحمل هذه الآية على محام الأوسع الحقيقة فيندرج فيها المعنى الأول هو تقوى الله سبحانه وتعالى وينتج عنها أشياء أخرى من ذلك أن نتقي شحة النفس أن نقي أنفسنا من شحها ومن يوقى شحة نفسه فوليك هم المفلحون لماذا؟ لأن الإنسان يشعر بآنيتها أو إنيتها كما يقول مولد خاسم رحمه الله في هذا ونحن نذكره يشعر بنفسه أنا أولا حقي ما لي حتى كلمة المال ما لي يعني أخذت من هذا المعنى يعني يشعر بنفسه وبتملكه وبأنه هذا أتعيب عليه وبذل جهدا فيه فلماذا نقدمه للآخرين؟ لكن بالصيام لما يمسك لما يمتنع عن تلك الشهوات لما يدخل في نظام آخر من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما يشعر بآلم وإحساس الجياع يعني في هذا الشهر الكريم فإنه سيتخفف من أنانيته ومن نفسه ويبدل ذلك المال فيصبح رمضان كأنه تدريب لهذا الإنسان وهذا ما يذكره الرسول صعب كما ذكر الشيخ خليل مشكورا كالريح المرسلة معنى الريح المرسلة الريح لما تأتي يعني تصيب الجميع بالخير يشعر الجميع بذلك يعني تلك البرودة المنعشة يعني كالريح المرسلة في سرعتها وفي خيرها وفي بركتها ففيه سخاء وفيه تنازل وفيه هذا التنازل متى يتعلمه الإنسان يتعلمه في رمضان في السيام لما يرى الجميع يقدم ما عنده فيسأل الإنسان نفسه وأنا ماذا سأقدم للآخرين ماذا سأبدل بماذا أعين الآخرين فيقي شوحة نفسه رائقية وهذا كله الحقيقة من بركة رمضان بركة الله فيك حين تجتمع لذة الصيام ولذة العطاء نعم يرقص المؤمن طربا لهذا يعني سبحان الله نعم من أسعد الناس قال من أسعد من أسعد الناس سبحان الله فضلت أستاذ دكتور خليل كل من بذل جهده استفرغ وسعه في مواجهة نوزعه الشريرة في مواجهة نفسه الأمارة بالسوء لا بد أن يصل إلى الهداية الربانية كما أسلفت في المقدمة والذين جاهدوا فينا لنهدي إنهم سبولنا إن الله مع المحسنين كيف يرتقي الإنسان بمجاهدة النفس إلى الملائكة المقربين برك الله شوف النفس هذه خلقها الله تعالى ميالة إلى الشهوات إلى الرغبات إلى ما يجلب لها اللذة والراحة هذه فطرة في كل نفس بشرية الدين هو الذي يرقى بهذه النفس ليس هناك شيء غير الدين الغربيون يرون أن الموسيقى أيضا ترقى بالنفس ويرون أن النوم يرقى بالنفس النوم والموسيقى والدين هذا باعترافهمهم لكن نحن لا نرى في الموسيقى والنوم رقي بالنفس إلى ما يعني النائم يرى أحلاما يعني المؤمن يرى كالفجر الصادق وكذا ولكن لا يرقى بنفسه في نومه وإنما الدين هو الوحيد الذي يرقى بهذه النفس إلى هذه المصف العليا شوف القرآن الكريم وضع كل ما ترغب فيه النفس في كفة ووضع حب الله تعالى ورسوله وجهاد في سبيله يعني جهاد النفس هو قبل جهاد العدو يعني من لم يجاهد نفسه لن يستطيع أن يجاهد عدو أبدا قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشونك السادق ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا احتى يأتي الله بمعنى أن كل ما يهواه الإنسان في كفة وحب الله تعالى ورسوله في كفة من غلب حب الله تعالى ورسوله حفظ له أباءه وأبناءه وأزواءه وزوجه أو أزواجه يعني إن تزوج أكثر من واحد وعشيرته وحفظ له ماله وتجارته ومساكنه الله نعم هذا نستشفع علماؤنا بأنه هذه المقارنة إن ملت إلى هذه حفظ لك هذه كل إن ملت إلى حب المال والولد وكذا ونسيت الله ورسوله وكلك إلى نفسك جزاء الإحسان إلا الإحسان بمعنى هذا الأمر في النفس شوف النفس البصير يصفها أنها كالطفل والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع وإن تفطم هو إن فطم هذه النفس تفطم يعني تمنع ما تحب ترغيبا لها في أشياء أكبر من ذلك وأرقى وأعظم نشوف السجين السجين يمنع حريته مؤقتا ولكن ليؤدب الدهر كله لا يؤذي الآخرين المريض يمنع بعض الأكلات ولكن كي يبرأ من مرضه ويأكل ما يشاء فيما بعد النفس شيء لهذه النفس هذه النفس لجامها هو الدين ولا شيء غير الدين ولا شيء غير الدين يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح ما فيه خسران قم لنفسك واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان مبرك الله فيك فضلك الأستاذ الدكتور خليل الله سبحانه وتعالى يقول كما أسلفت في الجواب السبق يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني معنى واسع جدا لعلكم تتقون شبهات باليقينيات لعلكم تتقون سوء الظن بالله تعالى بحسن الظن به منها أيضا لعلكم تتقون هواء النفس هواء أنفسكم صحيح لعلكم تتقون هواء النفس حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى تجعل إنسان يتوقع من هواء نفسه لماذا؟ لأنه ما معنى الهواء هواء النفس ما تميلوا وليس كل ما ترغب فيه النفس يناسب هذا الإنسان ويصلح له ويحفظ له حياته ومآله ويحفظ له حقه وحق الآخرين من حوله لذلك الله سبحانه وتعالى يربط النفس بالإنسان بعبادة ربه ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها بماذا نزكي أنفسنا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى بالتعلق بالكامل أن نترك طعامنا وشرابنا وشهواتنا لله سبحانه وتعالى أن نخفف من راحتنا لله سبحانه وتعالى أن نزداد قربا بتلاوة القرآن بدكر الله سبحانه وتعالى أن نتصدق لله سبحانه وتعالى فهذه الأمور في رمضان في الصيام تجعل الإنسان يرقى من تلك المطالب الخاصة أو يعني المحدودة هذه عبارة أنسب الحقيقة المحدودة وهي مطعمه ومشربه وراحته إلى أن يرقى ما هي مطالب هذه النفس ماذا يصلح لهذه النفس ويوجهها حتى تصل إلى درجة أن النفس تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتهوى ما يحبه الله سبحانه وتعالى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولديه والناس أجمعين يعني محبة رسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله فقضية الهوى الحقيقة الإنسان لما يكون صائما يستذكر هذه المعاني فإنه يتخفف من تلك المطالب حتى تلك المطالب يمتنع عنها للصوم ممنوع فهي فرصة أن توقف إنسى هذه الأمور اشتغل بأشياء أعظم يمتنع عن المطالب يعني من أكل وشرب يعني من شهواته نعم لله سبحانه وتعالى ويمتنع أيضا من النوم لله سبحانه وتعالى قال له فيه واحد كان عنده عبد يصوم النهار ويقوم الليل قال له سيده هذا يعني يجعلك لا تؤدي العمل يعني بجد وكذا قال يا ماذا أفعله يا سيدي إني إذا تذكرت الجنة طال شوقي وإذا تذكرت النار طال خوفي فكيف لي أن أنام بين شوق يعني يخلقني وخوف نعم فهيح يعني هذا ما يعني ما تشير لي من باركة رمضان الحقيقة نعم حتى من باركة رمضان يعني تقوى أن نتقي الهوى النفس في الكلام نعم في النظر الحرام في الكلام البذيء اللهم إني صائم اللهم إني صائم يعني يصبح الإنسان لا يشتغل بما لا أحد قتل لا يشتغل حتى وإن أترى فيه الآخرون فإن هو يتذكر أنني صائم هذا التذكر في بداية رمضان يخشى أن ينقض يومه صحيح لكن بعد ذلك يشعر بشيء آخر في رمضان أنها فرصة ليذرب نفسه أن تفطم من ذلك الهوى وهذا من ثمارات رمضان أيضا وهذا من أمارات رمضان الصحابة عليهم الرضوان جهدوا هذه النفس بها استطاعوا أن ينتصروا في أول يعني غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدرين الكبرى الغزوة التي كان فيها الصحب الكرام صائمون نعم وانتصروا معنى كان فيها انتصار قبل هذا انتصار على النفس برك الله انتصار انتصار عن النفس هذا الانتصار جعلهم ينتصرون في في المعركة الدلالات والدرس مبارك الله يعني حين هاجروا هناك من هاجر برأسه يعني بمعنى كل أمواله تركها وراءه في مكا وانتهبتها قريش وأموال الحربيين ليست محترمة ليست محترمة برك الله فيك يعني لا قيمة لها فأرادوا أن يسترجعوا شيئا من هذا ولكن أولئك أصر على أن تكون الحرب يعني ناجا أوسفيان بقافلته ولكنهم أصروا على أن يستأصلوا شأفة هؤلاء الذين نشأوا في هذه الدعوة الفتية التي نشأت في المدينة أرادوا أن يستأصلوا شأفتها فأصروا على الحرب وحدثت يعني الحديث قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتمه فاثبوتوا فاثبوتوا وفعلا ثبت الصحابة رضا الله الله لا نقول لك ما قال قوم موسى لموسى نعم اذهب انت وربك فقاتل إنها هناك عدو بل نقول لك اذهب انت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون نعم يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه حين شاور أصحابه شوف إنه هو نبي يوحى إليه من السماء ولكنه كان يستشير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما استشارهم أشاروا عليه هناك من أشار أن لا يبرح المدينة هناك من أشار أن يخرج إليه من آخره ولكنه لا زال يتطلع في وجوه القوم عسى أن يسمع قولا للأنصار يعني الذين أشارهم المهاجرون نعم هؤلاء بنوا قومه ولكن هؤلاء الذين آووه ونصروه في المدينة أراد أن يسمع منهم هل فعلا هم ماضون على العهد يعني بيعة العقابة الأولى والثانية عهده على أن يكونوا معه في المنشطة والمكره وأن يحاربوا معه وأن يكون جزءا منهم إلى آخره وفعلا لما نطق سعد بن معاذ وقال نحن معك يعني نفديك بأرواحنا إلى آخره هنا أطمأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه درس أو عبرة من أنه النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه نعم وشاوره مرارا والسير النبوية طافحة بمثل هذه المشاورات من الدروس التي نأخذها من غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله وهو القريب من الله تعالى كان يستغيث وربه يعني في تلك الليلة احتقال أو بكر حتى أشفقت عليه أنه يرفع يديه حتى يظهر بيض إبطيه ويدعو الله تعالى ثم يمسح يديه على وجهه يقول هذه الاستغاثة الاستغاثة بين قوسين هي أوثق صلة بين العبد وربه أن يتذلل ويتضرع ويستغيث وهذه حدثت مجربة عند علمائنا حتى الشيخ الغزالي محمد الغزالي هذا الأخير الذي توفي في 96 رحمة الله عليه في كتابه قصة حياة يقول كان لأب تاجر قال كان الوحيد الذي يعولنا وكنا صغاراً وكنت أحياناً أعينه بأن أمكث قليلاً هكذا في الحانوة الأخيرة قال فمرة وأنا راجع من المدرسة سمعت جلبة في الدار وكذا وأبي كان مصاباً بالكلية بآلام حد في الكلية قال فاغتمت علي الدنيا وأظلم علي الكون قال فذهبت وتصدقت بشيء يعني بغرضي أن يشفى الأب وتضرعت طويلاً باكياً إلى الله تعالى أن يشفى أبي قالوا فعلاً رجعت وكأنه نشط من عقال قال هذا جربته مصطفى محمود أيضاً نفس التجربة قال سافرت إلى بلد بعيد وأصيب بالحصات الكلوية هذه قال آلام مبرحة قال فبدت تلك الليلة أدعو الله تعالى وأستغثه وأبكي كذا إلى آخره قال في الصباح وكأنني لم أصب بشيء قال حتى الأشعة يعني الذي قاملوا بالأشعة قال استغرب كيف راح تلحصها هذه في ليلة بمعنى هذه الدروس تستفاد من أن النبي وهو نبي يحى إليه يدعو الله تعالى ويستغث والله تعالى قال إبتستغثونا ربكم فاستجب لكم أني ممدكم أني ممدكم وأيضاً يقول العلماء وانت تتكلم عن الجهاد ويقول من سروط يعني استجابة الدعاء على الأعداء أن تدعو وأنت في المعركة براك الله فيك براك الله فيك أستاذ الدكتور غزوة بدر لتقويم الحروب والفتن كيف نستنبط هذا من هذه الغزوة التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يوم التقل جمعا غزوة بدر حقيقة متميزة تماماً عن غيرها وتظهر أن الحروب التي يشنها الإسلام والمسلمون ليست مثل الحروب التي يشنها أهل المصلحة ويشنها لاستعباد الناس وهذا ملمح بارز يعني ما لا أرحب تقول للمسلمين حتى في حروبهم الحرب فيها أخلاق بالضبط أن نحن لا نعمم فنقول كل حروب في تاريخ الأمة وقعت بهذا الشكل ولكن نسبة معتبرة منها بهذا المعنى وابتدان في عادة رسول السلام يجب أن نميز بين الإسلام والتصرفات بعض المسلمين بالضبط نعم يعني حتى إذا كان فيها انحراف تصرف فرد فهذه أخطاء هؤلاء ولا ينسبوا إلى الإسلام نعم في غزوة بدر أول شيء قلة وكثرة ثلث ثلث الجيش المسلمون هم ثلث جيش المشركين ومع هذا انتصروا عليهم انتصروا عليهم بإيمانهم بثباتهم بإقبالهم مع قلة أسلحتهم في ذلك لأنهم لم يخرجوا للقتال ولا للتبرأوا من حولهم وقوتهم ولجأوا إلى حول الله وقوته كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر هذا الملمح الأول والله سبحانه وتعالى ينصروا ينصروا المؤمن نعم ولقد نسركم الله ببدر وأنتم أذلا نعم ينصروا القليل على الكثير لما في قلوبهم من الإيمان ولما فيهم من العزم والإصرار وللثبات في هذا المبدأ هذا الجانب الأول الجانب الثاني وهو مهم جدا أن المسلمين خرجوا لمبدأ بينما المشيكون خرجوا للحمية للانتصار لأنفسهم المسلمون لما خرجوا إلى غزوة بدر وهذا أيضا من الدروس التي نستفيدها وهي مهمة جدا لم يخرجوا قطع طرق وإنما خرجوا لاستعادة مالهم لأنه قبل غزوة بدر ماذا حدث قريش جمعت مال المسلمين الذين هاجروا وقالت سنتاجر بهذا المال فيصبح هذا المال مال القافلة هو مال المسلمين كيف تأخذ مال المسلمين وتتاجر به فأرادوا أن يستردوا أموالهم لم يخرجوا نهبا لهم أو استغلالا وهذا ملمح مهم جدا فقد خرجوا لي المبدأ ومع هذا الله سبحانه وتعالى أبعد عنهم القافلة وجعلهم وجها لوجه ضد هؤلاء المشركين وهذا جانب مهم جدا من دروس في غزوة بدر وهي مهمة جدا أيضا العهود رسول الله عليه وسلم اتفق مع النصارى أن ينصروه في دارهم في بيعة العقبة الكبرى أن ينصروه في دارهم في المدينة لم يتفق معهم أن ينصروه خارج المدينة فلما كان اتفاق شيء أعادوا الآن أعاد رسول الله سلم اتفاقا معهم مرة أخرى ما قولكم ماذا أشيروا عليه أشيروا عليه فقضية الاتفاق والعهود مهمة جدا حروب المسلمين يعني في الملمح العام حروب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن للذهابي ولم تكن للبصلحة وإنما كانت للمبدأ حفاظا على الدين وحفاظا على الوطن وردا لظلم الظالمين على المستضعفين ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمية هل هو مكة هنا في سبب مزول واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرة فغزوة بدل الحقيقة انتصر فيها المسلمون انتصار المبدأ على المصلحة وعلى الذهب وعلى الحمية وعلى الانتصار للنفس ولذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم وسينصر كل من ينصر هذا المبدأ نعم بارك الله فيك الصراع بالحق والباطل في الحقيقة ليس صراع وقت دون وقت ولا مكان دون مكان وإنما هو شأن بشري عام مدام الإنسان ومدام في الإنسان إيمان ورحمة وتقى وصلاح وفيه كفر وقسوة وفجر وتدافع لم يخلق الله حين خلقه إلا كان من جنده وقوى الخير تدفعه إلى الإيمان وإلى الكفاح في سبيله بل مقابل نجد من سخار نفسه ليكون جنديا للشيطان وقوى الشر تدفعه إلى الطغيان وإلى الكفاح في سبيله وصدق الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد فلح من زكاها وقد خاب من تساها جاء في بعض الأثار ما من مخلوق يعتصم بي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بني ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه خرج المسلمون وهم صائمون ليفتحوا مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتح كان فتحا للقلوب الدروس المستفادة من هذا الفتح الله الفتح هذا خلدته صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبنى فتح مكة سوفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من هذه البلدة التي كانوا يحبها قال والله إنك لأحب بلاد الله إلي لو لأن قومك أخرجوني بمعنى أخرج كارها منها ثم عاد فاتحا لها هؤلاء الذين أخرجوه وعذبوه وعذبوا أصحابه وقتلوهم ونفوه من مكة هؤلاء الذين طاردوه مع عائلته إلى شعب أبي طالب ثلاث سنوات شوف أحد المسشرقين من كبار المسشرقين توماس كارلايل إنجليزي له كتاب الأبطال The Zero هذا الكتاب ترجم أيضا لللعاء العربية موجود منبهر من هذا الموقف تحديدا موقف فتح مكة قال هذا النبي العظيم هكذا يسميه هكذا بالعظمة العظيم الذي كان هؤلاء الذين نفوه من بلده ونفوه إلى الطائف يعني راح ربما سيجد من يسمعوا له في الطائف لم يدعوه أن يدخل إلى بلده إلا بعد أن استجار بمشرك قال هؤلاء الذين تكلموا في عرضه عن عائشة رضي الله تعالى قال هذا الذي عير بأنه ساحر وكاهن ومجنون قال هذا الذي رميت على رأسه القاذرات سلا جزور وهو يصلي في فناء الكعبة هذا وهذا وهذا ثم كان هؤلاء بين يديه يستطيع أن يفعل بهم الأفعيل قال ولكنه قال اذهبوا فأنتم طلقا بكلمة واحدة قال هذا لا يكون إلا لنبي شوف هذا مستشرق من كبار المستشرقين وهو طمس كارلايل في كتابه الأبطال ولهذا أبو سفيان قال ما أعد لك ما أحلمك ما أرحمك طبعا نعم كل هذه الصفات يعني نعم هناك موقف آخر يحسن ذكره وهو موقف طريف لهند بنت عتبة وهي زوج أبي سفيان يعني لما بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام هي قال لها إلا تسرقنا ولا تزنين ولا تقتلنا أولادكم قالت أولا تزني الحرة نعم شوفوا الجواب أولا تزني الحرة بمعنى الحرائر لا يزنين وإنما تزني الإماء والعبدات يعني إن صحت العبارة ثم قال ولا تقتلنا أولادكم قال تربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا قال فضحيك عوض يعني هذا على إسلافها مسألة حجابة البيت رد مفاتيحها إلى عثمان بن الطلحة وتركها في عقبه إلى يوم ناهبة أخذها يبني الطلحة خالدة نعم لا يأخذها منكم إلا ظالم إلا ظالم نعم يعني هناك من أرد أن يسترجع مفاتيح الكعبة ولكن ولأن العرفة جرى في ذلك الحين على أن يتقاسموا يعني واحد له السقاية واحد له السدانة واحد له الحجابة واحد له وكذا فكانت الحجابة من نصيب هؤلاء تركها في عقبهم بمعنى الإسلام يراعي الأعراف أعراف الناس نعم ولا يأتي ليهدم كل شيء ولا يأتي ليهدم كل شيء بارك الله فيك فتح مكة انتصار للسلم والفكر والسماح نعم كيف ذلك؟ الحقيقة يعني فتح مكة تحتاج إلى وقفة طويلة صحيح كل ما وقفنا عندها نستجلي حكما عزيزة الحقيقة يعني فتح مكة قبل فتح مكة ماذا حدث؟ كان فيه الصلح الحديبية وصلح الحديبية نتج عنه سلم في الجزيرة العربية لاحظ هذا السلم وكان اتفاقا على أن يبقى هذا الصلح عشر سنوات نعم السلم هذا ولد عنه خير عظيم مدة سنتين فقط سنتين فقط نعم دخل في الإسلام كثير من القبائل كثير من الناس لماذا؟ لأنه فسح المجال لاختيار الناس كل يختار ما يناسبه تختار الكفر تختار الإسلام استمع وانظر ما هو الأنسب واختر هذا يعني فسح المجال الاقتناع فسح المجال الحرية بسبب السلم والسلم مطلب عزيز الحقيقة توفير السلم وصل الرسول أن يتفق مع عدوه لمدة عشر سنوات يعني تخيل عشر سنوات هذه الرسول سيتوفى بعد أربع سنوات يعني نفترد نفترد وإن كان نخرج عن قدر الله أن الرصاص قد توفي فالناس سيبقون في ذلك السلم أو تلك المعاهدة لولا أن قريش نقضت ذلك العهد لاحظوا هذا الأمر فهذا يظهر قيمة السلم وقيمة الأمن وأتاره في الناس هذا الجانب أول الجانب الثاني وهو أنه عهد ثم نقض عهد فكان هم السبب المسلم ليس السبب لا يكون أبداً السبب في إدلال الآخرين أو إضعاف الآخرين أو التعدي على الآخر وإنما يأتي السوء من غير المسلم المسلم يتخذ الموقف الأنسب لكن لا يتعدى على الآخرين وهذا الشيء مهم جداً جانب الثالث هو رائع أيضاً وهو العفو حقيقة هذا العفو ينبغي أن نقيس أنفسنا كل إنسان يقيس نفسه ما درجة عفوي على الآخرين هل أحمل حق حقداً ضد الآخرين هل المبادئ التي أؤمن بها أعظم من حضوض نفسي وهذا الأمر مهم جداً وهي فرصة لنا لنتدرب على أن نعفو اقتداءاً بسيدنا وحمس الله ولا يمكن لمجتمع فضل الدكتور أن يتطور وحبال الخوف تهزو كيانا يعني يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان برك الله فيك دكتور سؤال أخير شيخنا ما هي شبه المشرقين حول هاتين الغزوتين باختصار وكيف الرد على هذه الشبه نعم المشرقون أبدأوا وأعادوا في مثل هذه الأحداث الكبرى التي تقعوا في سيرة النبوية شوف في غزوة بضر مثلاً قالوا أن المدد الملائكي هذا لم يكن مدداً بالعدد يعني الملائكة محسوسون حقيقة وإنما هو مدد روحي الله تعالى ثبت قلوبهم وكذا الأخير وللأسف يعني انبهر بأقوى المشرقين عدد من علمائنا نحن يعني مثل محمد فريد وجدي مثلاً مثل محمد حسين هيكل حتى محمد عبده فغفر الله تعالى له الأستاذ الإمام محمد عبده هذا المدد منه مدد روحي ولكن القرآن الكريم كما يقول حتى المناطق علماء المنطق يقولون أن العدد إذا ذكر في القرآن فهو يفيد الكم المنفصل بمعنى يفيد شيئاً محسوساً شيئاً ذا أثار محسوس يعني بالمجسد فليكون الملائكة شيئاً هلامياً ويذكر أعددهم في مسألة الأسر أيضاً قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في التقدير يعني هو قال نفديهم ويعلمون أبناء يعني من الله علم يعلم وكذا والآخر يفيد نفسه والقرآن نزل مناقضاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لنبي أن يكون له أسرح حتى يدخن في الأرض بمعنى لازم تقتلهم كما قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أشار بقتله ونزل قرآن يؤيد قول عمر ويعتب على النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر بكيا ووجدهما عمر يبكيان وسألهما كذا فتلع عليه قوله تعالى قالوا أن الرسول أخطأ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في الأمور التي تمس التبليغ الشيء الذي كلف بتبليغه هنا لا يجوز عليه الخطأ ولكن في الأمور العامة هذه قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم هذه الأمور يخطئ فيها ثم يقره الوحي إن كان يمس والدليل هو الرأي والحرب والمكيدة نعم برك الله الحرب والمكيدة الحرب هذا اجتهاد اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أخطأ فيه يعني هذا يعاتبك من الجانب البشري له يعاتب نعم هو بشر يخطئ ويصيب ومن ناحية التبليغ الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله الله اهتم الجانب التبليغ قالوا ولو تقول علينا بعض الأخا ولأخلنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيمين يعني لا يتركوا لأن يخطئ في الجانب التبليغ بارك الله وفيك فضيلة أستاذ الدكتور في نصف دقيقة الوقت انتهى يعني بختم الموضوع قضية الحروب الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لك وبدر مثلا يعني حقيقة من محطات التي تظهر بأن الأصل في هذا الدين القيام والأصل في هذا الدين إعطاء الفرصة للآخر ليختار دينه وأن في هذا الدين عزة وحفظ للوطن وحفظ للمستضعفين وحفظ للنفسي حفظ لهذه الدعوة فهذا هو المبدأ العام لدين الإسلامي وقد سارت الغزوات ورصاصم كلها بهذا الأمر دون أن يكون فيه تعدين على الآخرين وهذا أيضا من بركة رمضان التي ذكرناها وهي فتح مكة وغزوة بدر وهي من أعظم الغزوات وجل انتصارات المسلمين يعني في الحقيقة كانت في رمضان وهذا رمضان شهر عمل وشهر جد وشهر راشيات فضيلة الدكتور محمد يمزغين أستاذ دراسات القرآنية من جامعة الجزائر شكرا جزيلا صلى الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم الصيام والقيام فضيلة أستاذ الدكتور خالي القاضي شكرا جزيلا صلى الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم الصيام والقيام ويتقبل من جميع المشاهدين الكرام مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات بالأمن والأمان تتوحد النفوس وتغدق الأرزاق وتتلقى العلوم من منابعها الصافية ويزداد الحبل الوثيق بين الأمة وعلمائها بين الأمة وقادتها وهذا من بركة هذا الشهر الفضيل صلى الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم الصيام والقيام وأن يحشرني وإياكم في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة